موسيقى اهلا بكم بعيد وقوع العراق في قبضة الاحتلال امريكي في نيسان من العام 2003 دلعت المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال بسرعة فائقة اذهلت العالم اجمع فالعراقيون او جزء كبير منهم لم يستقبلوا الغزاة بالورود والزهور كما اخبرت الامريكين بذلك ما يسمى بقوى المعارضة الطائفية وانما حولوا رفضهم لهذا الغزو الى رصاص وقنابل وصواريخ وضعت الاحتلال وقواته في مأزق حقيقي ومع تواصل اعمال المقاومة العسكرية كانت قوات الاحتلال تزداد تخبطا وحيرة انعكست في ايغالها في مزيد من الجرائم والانتهاكات وتدمير المدن مدن المقاومة ومداهمات واعتقالات عشوائية للمدنيين في هذه الاثناء شاعة مصطلح المقاومة والمثلث السل وظهور المزيد من فصائل المقاومة العراقية التي ازدادت اتساعا وعنفا وعمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال حيث حضيت هذه المقاومة الوطنية بتأييد كبير وحصانة واسعة في مدن المثلث السني معقل المقاومة العراقية المسلحة الوحيد آنذاك ونحن في ظلال الذكرى السنوية العشرين للاحتلال امريكي سنبحث في هذه الحلقة دور المقاومة العراقية في التصدي لقوات الغزو الامريكي والظلم الذي لحق بها ومحاولات الحالية لخطفها من قبل الميليشيات الطائفية وتزييف تأريخها في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا تميزت المقاومة الوطنية العراقية بسرعة انطلاق عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الامريكي بعد 24 ساعة فقط من احتلال بغدر ولماذا عملت الماكنة الاعلامية الغربية والطائفية والايرانية على شيطنة والتشويه صورة المقاومة الوطنية العراقية ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بفصائلها وهل تنطلي على الرأي العام العراقي والعربي المحاولات الحالية من قبل الميليشيات لسرقة إرث المقاومة العراقية أو محاولة ربطها بإيران من قبل بعض سنة العملية السياسية ولماذا لم تحظى هذه المقاومة الوطنية بالدعم والرعاية كما حظيت بذلك حركات تحرر مختلفة ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد الوهاب القصاب فرات خرشي تميزت المقاومة العراقية عن جميع حركات المقاومة الأخرى بسرعة انطلاقها وتحقيقها إنجازا كبيرا وتكبيدها قوات الاحتلال الأمريكية خسائر بشرية ومادية حيث واجهت الاحتلال على أرض مفتوحة خالية من التضاريس ومن الجبال والهضاب والغابات التي تؤمن التنقل والاختفاء وتساعد حرب العصابات ومع هذا كله واجهت احتلالا متفوقا عليها عسكريا وجويا وماديا واقتصاديا وتكنولوجيا في معركتي الفلوجة الأولى والثانية ومعارك سام الراء والرمادي وحديثة والصينية وحزام بغداد والحويجة وديالا والموصل لتشتعل المناطق السنية من أقصاها إلى أقصاها في المثلث السني وفي طريق مطار بغداد الذي سمي بطريق الموت رغم كثافة وانتشار القوات الأمريكية فيه ورغم قلة الإمكانيات وبساطتها وعدم تكافؤ موازين القوى بين الطرفين ورغم التنكيل والتشويه الإعلامي الذي تعرضت له هذه المقاومة لكن المقاومة أثبتت بجدارة بأنها تمتلك إرادة قوية مكنتها من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات المختلفة حيث تحولت هذه المقاومة إلى عامل مؤرق للدول التي غزت العراق لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إضافة إلى إيران وأتباعها من الميليشيات وفرق الموت الطائفية فنفذت أمريكا وحلفاؤها حملة إعلامية شرسة لتشويه وشيطنة المقاومة العراقية بعد أن فشلت في مواجهتها أو القضاء عليها فألصقت بها شد التهم ونسبت إليها الكثير من الأعمال الإرهابية والعدوانية في محاولة لوأدها وطمس تاريخها المعروف وإنجازها العالي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار ستبحث هذه الحلقة في دور المقاومة الوطنية العراقية في التصدي لقوات الغزو الأمريكي والتحديات والصعاب التي واجهت هذه المقاومة ومحاولات تزيد تعريخها أو خطفها من قبل الميليشيات وذلك في ظلال ونحن في ظلال الذكرى العشرين لغزو واحتلال العراق وفي الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا من واشنطن عبر سكايب الدكتور عبدالوهاب القصاب زميل مركز العربي للدراسات واشنطن وسيكون معنا من مالمو في السويد الباحث والخبيل في الشعور الأمنية الدكتور فؤاد خرش أهلا وسهلا بالضيوف الكرام عياكم الله دكتور عام 2003 تسع نيسان 2003 خلص القوات الأمريكية احتلت وأعلنت احتلالها أو أصبح واقعا عمليا الاحتلال مباشرة تفجرت أعمال المقاومة العراقية في رد فعل وطني على هذه الكارثة التاريخية في تاريق العراق الحديث ما الذي كانت تمثله هذه المقاومة هذا الفعل الوطني العسكري في التصدي للقوة العسكرية الأكبر في العالم في ذلك الوقت بسم الله الرحمن الرحيم وحييك سيد ماجد وحيي ضيوفك الكرام حقيقة سؤالك يدفعني الحديث في الفلسفة الاجتماعية والنفسية التي حصلت بعد الاحتلال بعد هذا الحدث الكبير هذه الكارثة الكبيرة التي حلت في العراق في أي مجتمع عندما تحل كارثة مثل كارثة الاحتلال تضغط على أبناء هذا المجتمع تضغط على أبناء هذا البلد تضحهم في اختبار كبير جدا وأنت ترى وأنت كمتابع في الفلسفة الاجتماعية في الفلسفة النفسية ستجد أن هناك مجاميع التي لديها ثقافة دين عقيدة رؤية دقيقة ثبات قدرة على القراءة قدرة على التتبع لديهم خزين وطني هؤلاء سيذهبون إلى مقاومة هذا الاحتلال أو مواجهة هذه الكارثة ماهما كان شكلها البعض الآخر من أنا نتحدث عن العراق من وجدوا في لديهم خصومة مع نظام سابق لديهم بغض النظر عن هذه المسألة وجدوا في الاحتلال ما سميه تحريرا وانساقوا في هذا المشروع وكانوا خدما له والبعض الآخر كان متردد بين هذا وهذا لا يعرف طريقة ولا يعرف تفكيره ولا يعرف رؤيته ولا يحدد هدفه فكانوا يعني ربما نسميهم في وسط الطريق يخفوا في وسط الطريق ظلوا مذهولين ظلت هذه الصدمة والترويع وهذا يؤثر عليهم إلى أن وجدوا مصالحهم مع هذا الطرف أو ذاك فانضموا إليه هكذا كان المجتمع العراقي فخروج المقاومة في العراق كان أمر طبيعي لأنه في المجتمع مجاميع كثيرة كانت لديها ثقافة لديها عقيدة لديها إيمان لديها رؤية وطنية كان لابد أن تبادر إلى مواجهة هذه الكارثة وأذكر في هذا الموضوع ما دون تحدث عن احتلال العراق أذكر الرسالة التي بعثها شيخ الدكتور حارث الظاري رحمه الله إلى أبنه الدكتور مثلنا حارث الظاري وقال له وما لكم غير المقاومة حتى قبل الاحتلال عندما كانت أبواق الأبواق وكانت يعني قوات الاحتلال على مشارف العراق والقضية قد حسمت في أنهم سيدخلون إلى العراق بعث له برسالة في جزء من عدها يقول لهم ما لكم أنتم أهل العراقين أهل العراق ما لكم غير المقاومة نعم يجب أن تقاوموا هذا فعلكم وهذه قضية المقاومة هذه قضية ليست طارئة ليست جديدة في العراق يعني ليسوا أهل العراق من اخترع هذه المقاومة مقاومة موجودة منذ بداية الخليقة الإنسان يقاوم كل شيء يقف ضد حياته يهدد حياته يهدد وجوده يقاومه بشكل أو بآخر وجزء من عدها نصت عليها قوانين من الدول التي اعتبرت المقاومة إرهابا ووقفت ضدنا يعني أعطيك مثالين بسيطة واحد فرنسي واحد أمريكي واختصاد دكتور نعم في عام 1793 عندما أصدر الفرنسيون وثيقة الحقوق الإنسان كان فيها نص واضح جداً المقاومة حق المقاومة في تحقيق حقوق الإنسان نعم والوثيقة الأخرى اللي هي سنة 1776 اللي هي وثيقة الاستقلال الأمريكي وثيقة الاستقلال الأمريكي أكدت على حق المقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية وكانت يقصدون بالهيمنة الاستعمارية الهيمنة البريطانية كانت تحت لهم فإذن هذه الشعوب أو هذه الدول التي حاربتنا هكذا تنظر إلى المقاومة من هنا كانت المقاومة في العراق حق مشروع وطبيعي أن تظهر المقاومة طبيعة هذه المقاومة قضية تظهر المقاومة يعني الحقيقة هناك علامة فارقة أن هذه المقاومة تفجرت سريعا بعد وقوع الاحتلال في قبضة الاحتلال وسؤال مع ضيفنا الدكتور عبدالوهاب القصاب أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا مرحبا دكتور الحقيقة المراقبون في داخل العراق في خارج العراق قد يكونوا قد توقعوا أن تكون هناك مقاومة ضد قوات الاحتلال لكن أن هذه المقاومة مباشرة أو بعد 24 ساعة كما يقول كثير من الباحثين في مجال المقاومة اندلعت وقتل جنديان في بغداد هذه السرعة الصاروخية المذهلة في تفجر المقاومة إلى ما تعز ما مردها طيب السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أولا والتحية للأخ العزيز أبو مروان والضيف من السويد دكتور رافا والساعدة المشاهدين حقيقة يعني هو رد الفعل هو عوارة رد الفعل طبيعي شرطه أنت له في مقدمتك يعني أنت يعني حتى لو كان أيا كان عندما يعني يوضع في زاوية يدافع عن نفسه وهذه هذا رد طبيعي بعدين حب الحرية حقيقة هي حقيقة متأصلة في نفوس العراقيين رغم تقريباً يعني تقريباً 53 أو 55 سنة من تعاقب أنظمة الانقلابات على العراق والتي حاولت بشكل وبآخر أن تصادر هذه الحرية من العراقيين العراقيون قبل 58 كان لهم هامش من الحرية بحيث كانوا يتصرفون على راحتهم بعد ذلك كانت هناك حواجز رغم هذا فعندما حصل الاحتلال تمت مقاومته من قبل قوى لم تكن حقيقة يعني مجهز لها أنا أظن بأن المقاومة كانت ستكون أعنف لو تم اتباع سياق عسكري حقيقي يقلب مجموعة من القوات المسلحة إلى قوات مغاوير تكون على طريق تقدم القوات أنا كنت واثقاً لو تم عمل شيء من هذا القبيل لرأيت في كل كيلومتر ناقلة أو دبابة أمريكية مدمرة منذ اللحظة الأولى التي دنست أرض العراق الشريفة بأقدام الغزاة هذا واحد المواء الثاني حقيقة أن قطاع من الشعب العراقي هو الذي أخذ المقاومة على عادقه هناك قطعان آخران قطع كان ينتظر وقطاع أجهضت أي محاولة منه لرد الفعل نتيجة فتوى دينية صدرت من بإمكانه أن يقول لهم نعم أو لا هذه أيضاً حقيقة أخرى تضاف فإذا نحن هنا بأزاع عراقيين موجودين في محافظات ستة على الأقل كلهم كانوا مشاريع مقاومة واستشهاد المثلث السني يعني هو ليس مثلث مثلث سني يحاولون أن يصفوا قطاع معين جنوب بغداد بأنه المثلث السني هو في حقيقة الحال قطاع يبدأ من حوالي سبعين كنوات جنوب بغداد ويتحرك شمالاً إلى الحدود الإدارية للأقلين والحدود التركية إذا ما كنت أحدث عن محافظة نينو إذن هذا ليس مثلثاً هذا هو ثلثة مساحة العراق هذه هي حقيقة يعني يسكنهم ثلث أو أكثر من سكان العراق هذه أيضاً حقيقة علينا لنأخذها بالنظر لا اعتبار هنا كانت المقاومة حقيقية هنا كانت المقاومة واضحة هنا كانت المقاومة صدمة بالنسبة للأمريكيين عندما خططوا وعندما أكد لهم ذيولهم الذين تحولوا إلى ذيول لإيران فيما بعد أنهم سيستقبلونهم بالأحضار وهذا ما رأوهم عندما قطعوا حوالي 500 كيلومتر لكي يصلوا إلى بغداد يعني لم تكن هناك مقاومة حقيقية أنا قلت لو كان هناك تخطيطاً استراتيجياً عقلانياً يأخذ الأمور بأبعادها لكان حصل شيء آخر غير الذي حصل لكانت يعني لكانوا يحتاجون إلى ستة أشهر لكي يصلوا إلى بغداد إذا ما قرروا أن يواصل يعني هذه حقيقة هذه المنطقة معروفة تاريخياً يعني خذ موضوع الاحتلاج الريفاني دكتور هذا الكلام تتحدث عن حقبة ما قبل 2003 عندما كانت الدولة العراقية قائمة تقصد هنا عملية التقسيم يعني عملية الإعداد إعداد مسرح العمليات نعم لكن الذي جرى بعد ذلك أن قطاعاً من المجتمع العراقي يسكن في محافظات ستة تشكل ثلثة مساحة العراق هو الذي أخذ المقاومة على عادي هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أي منصف وإن سفرنا في المقعد إلى فلان وفلان يدعي أنه قاوم الغزاة المنى الغزاة هم الذين مهدوا له طريق لكي يكون موجوداً في السلطة ولكي يقبلهم ويحتضنهم ويضع كاليل الزهور على خبور صبحاياهم دكتور فرات مساء الخير هذا الفعل العسكري المقاوم بعد عام 2003 الحقيقة بلغ أوجهه وكانت هناك خسائر يومية لقوات الاحتلال بشرية وإن لم تعترف بها وخسائر مادية وكل من عاش في العراق يرى كيف أن الأرتال الأمريكية في مدن المقاومة الحقيقة عندما كانت تمر لا يمكن أن يمر هذا الرتل بدون أن يتعرض إلى هجوم وإسقاط طائرات الأباتشي ما الذي جعل المقاومة أو هذا الفعل المقاومة العمليات بهذا الزخم الكبير بعيدة احتلال العراق بداية تحية لضيفيك الكريمين الدكتور رافع والأستاذ عبد الوهاب أهلاً وصولاً وأعقب فقط على ما تفضلتم به في خلال حديثكم قبلي عن أن المقاومة العراقية انطلقت خلال 24 ساعة بعد الاحتلال طبعاً هذه لم تكن انطلاقة مقاومة وإنما كانت الخطبة للعمليات العسكرية العمليات العسكرية التي بدأت بعد الأدوان الأمريكي بغزو العراق كانت هناك خطة بديلة الخطة البديلة هي بعد دخول تلك القوات للمدن أما استمرارها وكيفية ضعفها لاحقاً هذه التبعات كثيرة منها السياسة الأمريكية في العراق الأطراف التي تعاونت مع القوات المحتلة في فرض هذه السياسة وتطبيقها على الأرض بدليل أن الاحتلال لا يمكن أن يتمركز على أرض بدون أن يكون ماسكاً لهذه الأرض بشكل حقيقي وواقعي وعسكري فعام 1991 فشل الاحتلال أسباب فشل الاحتلال هي أنه لم يكن لديه ما يكفي من القوات وما يكفي من القدرة على مسك الأرض بينما عام 2003 لم يأتي الاحتلال لوحده وإنما جاء مع زمر وقطيع ممن قام بتهيئتهم وتدريبهم منذ العام 1991 إلى العام 2003 في الغزو الأخير للعراق هذه نقطة أما النقطة الثانية لماذا كانت وكيف أصبحت المقاومة العراقية بهذا الشكل أن المقاومة كانت محصورة في طرف معين لكون الطرف الآخر أو الطرفين الآخرين كانوا مشغولين بالاستحواذ على السلطة مشغولين بالجلوس مع المحتل لتشكيل ما يسمونه بحكومة وكتابة دستور يوافق متطلباته ومصلحة المحتل لذلك لم يكن هناك فعلا مقاومة شاملة في العراق مثل ما كان المفترض أن يحصل والإعلام وجه ماكناته بشكل سلبي ضد المقاومة العراقية متهماً إياها بالإرهاب نازعاً حق العراقيين بمقاومة المحتلل سنؤجل هذه النقطة خل نسأل دكتور رافع ونأجل قضية لصاق تهمة الإرهاب ذا سمحت لي بالمقاومة العراقية دكتور تحدث الدكتور عبدالوهاب القصاب وأيضاً فرات أنه جزء من العراق قاوم هناك أجزاء سياسية كانت مشغولة بتقاسم الحصص في النظام السياسي الجديد هل هذا يقدح بالمقاومة العراقية عندما نقول المقاومة العراقية على إطلاق المصطلح وأنه ممكن نقول أن جزء أو المقاومة الجزئية العراقية أم يبقى مقاوماً فعلاً كاملاً مقاوماً عراقياً هو الثابت أن يقاوم الشعب كله نعم ومشاهد أن لا يقاوم البعض نعم هذا وقع الحال أما أن يكون جزء لم يقاوم لأسباب لفتوى لرؤيته لتكيفه ما هو هذه الطرابات التكيف والتأقلهم هذه قضية غريبة عجيبة مع وجود ضغوطات مع وجود حدث كبير مع وجود كارثة كبيرة ستجد أن مجاميع معينة تتصرف بتصرف معينة ومجاميع تتصرف بتتصرف الحقيقي والطبيعي المقاومة العراقية عبرت عن جوهر العراقي عن جوهر العراق عن جوهر الإنسان السوي الإنسان المؤمن صاحب العقيدة صاحب الدين صاحب الوطنية لذلك قاوموا إذا كانوا في منطقة معينة وهذا واقع الحال هذا جزء من شرف هذه المنطقة ومن شرف هؤلاء الناس الذين قاوموا وهذا ما جعل العراق يفتخر يعني يجعل العراق يفتخر إلى نهاية التاريخ بأن هناك مجاميع من العراقين قاومت وقاتلت ودفعت الدماء ودفعت كل ما تملك من أجل بلدها ومن أجل وطنها ومن أجل قيمها وعقيدتها ودينها وهذا شيء لا يقدح يعني لا يثلم المقاومة وأنت قال عنها يعني جزء لم يقاوم وجزء قاوم لا هذا العنوان الرئيسي مقاومة عراقية فعلا أما لم يقاوموا لأسباب معينة واتخذوا منها مبررات ومسوغات يعني الآن التاريخ يحكم والتاريخ يكتب وهذه دروس التاريخ الآن مغيبة ربما بسبب شكل النظام شكل من تعاونوا مع الاحتلال لأنهم هم الذين يحكمون لكن التاريخ أبدا سينتصر وسيكتب بحروف من نور لهؤلاء الذين قاوموا وقاتلوا ودفعوا دماؤهم هؤلاء هم أهل العراق الحقيقيين هؤلاء من دفعوا عن الحياة وعن القيم وعن الأصالة هذه هذه الطبيعية نستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام أيضا نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال الحوار في حلقة الليلة من طاولة حوار بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجات ويعيدون الحياة لن تكتمل أفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في دور المقاومة الوطنية العراقية بعد انطلاقها في العام 2003 نحن الآن في ضلال الذكرى السنوية العشرين لغزو واحتلال العراق ضيف طاولة رافع الفلاحي عبدالوهاب القصاب وفراط خرشي دكتور عبدالوهاب الذين لم يذهبوا باتجاه المقاومة العسكرية ضد قوات الاحتلال كانت حجتهم أن الظرف العراقي في الداخل الظرف الإقليمي الظرف الدولي هيمنة قطب واحد للولايات المتحدة الأمريكية غير مؤاتية غير مناسبة بغير مناسبة للمقاومة ودعم المقاومة كما كان الحال أيام القطبين قبل عام 1991 كانت حركات تحر تحظى بدعم ومساندة من قبل السنوية تعتقد حجة مقبولة ومتفهمة؟ بالتأكيد بالتأكيد لا حقيقة هذه بالمناسبة يعني هذه المقولة تنطبق على قطاع محدد من الأقليم الأقليم أنت عارف أنه كان هناك قطاعان متقاتلان قطاع وكان مع الغزول وكان من عربي الغزول هذا قطاع الذي هو كان يمثله الراحل جلال الطالباني له إن الله ما يستحب والقطاع الثاني الذي كان أقرب إلى القيادة والبلد كان يتذرع بهذه الذريعة أن هناك ضغوط هائلة موجهة إليه بحيث أنه لا يستطيع أن يتحرك هذه أيضا من الحقاقة التي ينبغي إيجابة أما قطاع الثالث من العراقيين فقد شلتهم شلت إرادتهم على المقاهمة فتوى معروفة ولسوء الحظ يعني كانت هذه فتوى سلبية جدا الآن يحاولون أن يتنصلون منها لكن هي موجودة وفتوى هي الحقيقة التي شلت إرادة جزء كبير من العراقيين المعروف عن العراقيين أنا لم يعني أحاول أن أكمل ما قلته سابقا وهو السلوك الذي سلكه العراقيون في مجابهة الاحتلال البريطاني 1914 يعني هؤلاء وصلوا إلى بغداد إلى ضواحي بغداد إلى سلماء فارغ في عام 1916 وهبت عليهم الجهنم من كل دائرة يعني الجيش العثماني والمعروف عن الجنج العثماني أنه كان عطيني دقيقتين عطيني دقيقتين أعطيك دقيقتين عطيني دقيقتين حاضر حاضر لا 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 الذي جرى أن هذه القوات التي كانت مدججة بكل أنواع الأسلحة عدت إلى الكوت يعني مسافة 140 كيلومتر وحصرت بالكوت وأجبرت على أن تلقي سلاحة في الكوت وأن تأخذ هذه الحامية الكبرى مشيا على الأرجل من الكوت إلى الصنبول بنفس الوقت منع منع البريطاني من أن يتقدموا لفترة طويلة حوالي سنة إلى أن تمكنوا بجهود كبرى وأن يشتابوا وهاي 1916 كانت نكسل الحلفاء والبريطانية تحديدا في أكثر من المكان أنا أريد فقط أن أجلب هذه الحقيقة بأن المقاومة في نفس العراقي كانت موجودة مهما كانت الظروف. لم يكن كل العراقيين راضين عن نمط الحكومة الذي يحكم لكنهم انضموا وقاتلوا بضيء منهم الثلث الذين تحد عنه الذي لم يقاتل في هذه الحكومة المشكلة أن روح المقاومة هي نابتة في قلب العراق لي أسباب كثيرة يعني الراحل لن أسألك حتى النقطة ما نتمنح أن نتعد عنها كيف أثر وجود عالم بقطبية واحدة على المقاومة العراقية على دورها على استمراريتها على تصاعدها على زخمها وبلوغ هدفها في التحرير كما بلغت حركات تحرر سابقة الهدف الأسمى أو النهائي وهو استقلال هذه الأوطان التي كانت تحت الاحتلال ويعني بناء إيجار الدولة الوطنية كيف أثر هذا الوضع الدولي الشاذ بهيمنة أمريكا على المقاومة وأنها لم تستطع يعني لأنها لم تحظى بدعم مؤازر دولي ولذلك لم تستطع أن تصل تصل إلى هدفها بل على العكس يعني الولايات المتحدة كانت مستعدة للتفاوض بعد معركة الفلوجة التي كسرت فيها القوات الأمريكية والتي كانت معركة معركة فاصلة بحيث أن الولايات المتحدة سمت أحدث حاملة طائرات هجومية لديها باسم الفلوجة وقالوا بأن هذه المدينة قاومة سميناها الفلوجة لأن الفلوجة قد قاومت في الفلوجة الأمريكان فتحوا أكثر من باب من أبواب التفاوض لكن هذا التفاوض لم ينجح لأسباب كثيرة وأسباب مهمة جدا أن لم يكن هناك استعداد للمقاومة أن تعترف بأن الغازي له حق التفاوض يعني حقيقة إذن إذن هيمانة توقف الواحد رغم جبروتها رغم سطوتها رغم أنها تستطيع أن تحسن نهايات الأمور لكنها في هذه الحالة بضبط لم يكن الأمر حاسما لكي يعني تصل إلى هذه النتيجة وأخذت العملية كما تعلم فترة ليست قصيرة الأمريكان نفسهم نشروا ولدي كثير من المرتسمات التي كانت تعد عمليات المقاومة باليوم وباليوم كنت تجد أن عمليات المقاومة تصل أرقامها إلى حتى المئات بل في بعض الحالات الآلة وهذا موجود موجود على هناك كتاب ضخم يعني بس محلي نور السابق كتاب ضخم جدا صدر عن البنتاجون أنا لدي نصف منه من جزئين كل جزء حوالي 1600 صفحة اسمه حرب العراق في حرب العراق وبالضبط هي مقاومة الانسرجنسي اللي هي مقاومة المقاومة تجد تجد إحصائيات مذهلة عن عدد حالات المقاومة في كل محافظة وفي كل يوم شكرا دكتور خورشيد شوية تأخرنا عليك سامحنا أشرت إلى محاولة الماكنة الإعلامية الطائفية الإيرانية الغربية حتى العربية الحقيقة ربط المقاومة بالإرهاب وصم المقاومة العراقية بالإرهاب عملية خلط وتدليس وتلبيس بين الحالتين هذا الدور الإعلامي هذا الخطاب الإعلامي المضلل أو المدلس كيف أثر على صورة المقاومة العراقية تفضل طبعا كنا نعرف أن الإعلام هو السلاح من الأسلح التي يتم استخدامها في المعارك الماكنة الإعلامية الأمريكية جزء لا يتجزأ من ماكنتها العسكرية كل عملية عسكرية تسبقها حرب إعلامية لشيطنة العدو ثم بعد ذلك حرب إعلامية لتزيين الأفعال الأمريكية بعد تنفيذها وهذا ما يحصل في كل وقت الغزو الأمريكي بعد أن تم احتلال العراق أصبحت الماكنة الإعلامية تنشر عن أن الاحتلال الأمريكي إنما هو تحرير وإنقاذ للشعب العراقي ونقل الشعب العراقي من مرحلة الاضطهاد والظلم إلى مرحلة الديمقراطية والرفاهية ومع الزمن تبين للجميع بأن هذه كلها أكاذيب يعني الأكاذيب هذه تبينت فقط لمن كان نازال يشكك أما الناس الواعية فهي تعلم جيدا من هم هؤلاء ولماذا أتوا والإعلام حينما توجه تحديدا نحو المقاومة العراقية فقط من أجل كسر همم المقاومين العراقيين من أبناء الشعب العراقي لكن المقاومة هي بدرة لا يمكن أن تنمو إلا في تربة تنتمي لها من لا ينتمي لهذه التربة لا يمكن أن تنمو فيه بدرة المقاومة فبدأت أيضا زاوية أخرى من زوايا الحرب النفسية وهي بسلخ الانتماء وهو ما نجحت به للأسف الماكنة الإعلامية المدعومة من أمريكا وإيران سلخوا الانتماء الوطني العراقي لكثير من فئات الشعب حتى أصبح الجهر أو الإفصاح عن ولاهم وتبعيتهم لطرف آخر خارج حدود العراق أمر يتباهون ويتسابقون فيه للأسف هنا أصبحت المقاومة فقط على عاتق من ينتمون للتربة العراقية وأنا لا أنفي وجود وطنيين عراقيين مقاومين من كل أطراف الشعب العراقي ولكن الحمل الأثقل والأكبر وقع على عاتق طرف واحد وبذلك نجد أن اليوم كل السجون تعج بمكون واحد بتهمة الإرهاب وهي تهمة المقاومة الحقيقية بينما من يدعي المقاومة ها هو يجلس اليوم مع من يعني يدعي بأنه يقاومهم أو هو ضدهم ويتفاوض معهم على المغانم وعلى السلطة وعلى المكتسبات بغض النظر أما سبق وأن حصل وهو أنهم جاءوا معا يداً بيد لتخريب هذا البلد ونهب ثرواته وقتل شعب نعم دكتور رافع الحقيقة الآن محاولات من قبل الميليشيات الطائفية وفرق الموت الإدعاء أنها مقاومة أنها من قاومة قوات الاحتلال الأمريكية هي من خاضط المعارك وهذا طبعاً في الخطاب الآن وأيضاً بالتوازي هناك محاولات من قبل بعض أطراف العملية السياسية من سنة العملية السياسية محاولة إيجاد رابط بين المقاومة وبين إيران وأنه إيران كانت تدعم المقاومة ضد قوات الاحتلال إلى أي حد مثل هذه الطروحات تنطلي أو يتقبلها الرأي العام العراقي أو أن التاريخ يتعامل معها بجدية أستاذ ماجد ابن خلدون العالم العربي الكبير في علم الاجتماع يقول عندما تسقط المدن أي تتعرض إلى كارثة ومن ضمن هذه الكارثة الاحتلال يكثر الدجالون يكثر الكذابون يكثر المشعوذون العرافون يكثرون وهذا الوضع يعني ليس غريباً عن ما حصل في العراق كثروا هؤلاء هم لم يكثروا لكن في مجتمع شاذ بهذا الشكل يظهر تظهر على السطح غير طبيعي تظهر على السطح مثل هذه النماذج ومثل هذه النماذج تدعي كثير من الأمور ودعني أقول قبل أن أتحدث عنهم دعني أقول لك البعض منهم البعض من هؤلاء قياساتهم في التعامل مع الحدث أرادوا أن يقنعون الناس بأن القياسات بقياسات غير حقيقية البعض يعني هذا تغيير كان يتحدثون أنه هذا تغيير حصل في العراق وهذا التغيير مثل شاهدنا كثيرا كيف شاهدتم كثيرا يتحدثون عن ثورة 58 تغيير أيضا والـ 68 أيضا تغيير وبالـ 64 كان أكو تغيير وفي مصر عام 1952 صار تغيير وثورة 1917 في التحاد السوفيتي صار تغيير وهكذا يتحدثون الثورة الفرنسية كل هذه النماذج هذه القياسات غير حقيقية نحن تعرضنا في العراق إلى احتلال والاحتلال تغيير قسري غير شكل لا تنطبق عليه هذه القياسات نعم لذلك كانوا يقنعون الناس أنوا يقبلوا بهذا التغيير وتعالوا معنا للمساهمة في الوضع الجديد القائم وإذا بهم هؤلاء يدعون لأنهم يعني أنا قلت يعني في الأوقات الشاذ مثلما قال ابن خلدون يكثر هؤلاء من يكذب من يدعي من يشعوذ هؤلاء يظهرون كثيرا وظهرت هذه النماذج كثيرة منهم لذلك جزء من عدهم من ادعوا المقاومة من ادعوا أنهم شاركوا بالتغيير لأنهم يعني قاوموا هذا شرف المقاومة اللي لا يمكن أن ينالوا أرادوا أن يزوروا فيه ويقولوا أننا من حق التاريخ أن يكتب عننا لأننا مقاومين هنا قاومنا وإيران هذه المهزوز صورتها والشعب العراقي كلها حاقد عليها حتى بما فيهم من يسمونهم الحاضنة الشيعية لذلك عام 2017 ظهرت عليهم هذه الحاضنة التي تسمونها الشيعية بثورة تشتريين وإذا بهم يشتمون ويحرقون كل رموز إيران ويحرقون مقرات الميليشيات الإيرانية ومقرات الأحزاب الإيرانية أرادوا أن يعيدوا الصورة لإيران بطريقة وبأخرى من ضمن هؤلاء الكذابيين المشعوذين هؤلاء الذين الطبقة هذه الشاذة ادعت وللأسف الشديد يعني هؤلاء ممن كانوا يدعون إلى التغيير المساهمة بالتغيير وكانوا جزء من هذا التغيير الذي حصل ورموز حكمة ويتحدثون عن أن المقاومة دعمتها إيران كيف يمكن لإيران أن تدعم مقاومة هي جزء إيران كانت جزء رئيسي في احتلال العراق كانت متعاونة ومتخادمة مع الأمريكان في احتلال العراق وتدمير العراق وغاية إيران وغاية أمريكا تتفق فيه غاية واحدة في نقطة واحدة هي ضعف العراق وتخريب العراق فالكل متفق على هذه كيف يمكن لإيران هذه التي دمرت العراق بهذه الطريقة وبهذه الميليشيات وبهذا القتل وبهذا الترويع ومزقت المجتمع وشاعة الطائفية وشاعة الميليشيات كيف يمكن لها أن تدعم مقاومة شريفة تريد العراق أن يعود قويا وقادرا على الوقوف على قدمه ويطرد المحتل ويعيد العراق إلى وجه الحقيقي القضية لا يمكن يعني لا يمكن أن تأتي على سطح واحد لا يمكن فلذلك هذا الكذب هذا الادعاء من البعض على أنهم كانوا مقاومين مثل قيس الخز علي مثل المشهداني الذي يدعي أن المقاومة كانت تعطيهم أموال ولمقاومة إيران كانت تعطي كذبة كبيرة البعض يدعي هؤلاء جزء من الكذابين يدعي أنه مقاوم يدعي لأجل مكاسب مادية لأجل مكاسب معنوية لأجل أن يجد له وحضوة عند من يحكمون ومن يدعي أنهم رموز للتغيير لكي يكون معهم وهذا ما حصل الحقيقة حصلوا على كراسي وعلى مناصب وما زالوا متمسكين بها ويدافعون عن من يعني أصحاب أصحاب معيشتهم من يتحكموا بمعيشتهم ورزقهم هم يعتبقون هذا رزقهم فيتحدثون عن إيران بهذه الطريقة أنها تدعم المقاومة كذبة كبيرة وواضحة لا تحتاج حتى إلى الرد عليها لأن الرد عليها واضح سيدخلك بمجادلات عقيمة غير حقيقية مع هؤلاء والتاريخ يشهد والناس ما زالوا أحياء وذاكرة العراقين غير مثقوبة ويعرفون من الذي قاوم وبأي سلاح وواحدة منها ودعني فقط أقول في دقيقة واحدة عندما كنت تسأل الأستاذ الدكتور عبدالوهاب عن قضية القطب الواحد العراق تعرض إلى احتلال في وقت شاذ حقيقة زمن شاذ وهذا لم يثلم نفسية المقاوم ولم يثلم كرامته حقيقة كل الأرض من شمال الموصل إلى جنوب بغداد الذي وصفه الدكتور عبدالوهاب هذه هي أرض مستوية والسلاح الذي بيها سلاح بسيط الذي استخدمه سلاح غير متطور سلاح قديم لكن الأرض قاتلت مع أهلها قاتلت مع الناس الذين يريدون أن يقاتلوا عقيدتهم ونفسهم وثقافتهم هي ثقافة المقاومة دكتور عبدالوهاب ما هي أبرز المشاكل أو التحديات أو الصعاب التي واجهت المقاومة العراقية بعد عام 2003 مشاكل عسكرية ومشاكل سياسية نعم نعم جزئية بسيطة بس يعني من كلمتين أكمل لفضلقية أخوية وعزيزي الموضوع أنه شوف إذا كانت هناك عمليات ضد قوات الغزو من قبل المتمشلقين حاليا فهي عمليات تعد على أصابع اليد الواحدة كان هدفها تنفيذ مخطط إيراني لكي تجعل من أمريكان يتفاهمون مع يعني مع الإيرانيين يعني موضوع خطف هذا الدولة البريطانية الاثنين مثلا هذه لم تكن مقاومة هذه كانت عملية مأجورة لصالح دولة وهذه الدولة هي إيران وإيران لم تكن لتغذي المقاومة لسبب بسيط جدا لأن إيران كانت مرعوبة من أنها وسوريا كانوا موجودين يعني الإنذار وصل إليهم وكانت تريد أن تبيض صفحتها مع المحتل الأمريكي وتتعامل معه إلى بعد وهذا ينفي أي إمكانية أو قدرة لكي تقوم بإسناد المقاومة الحقيقية العراقية الشريفة قد يسندون غيرهم لكن ليس المقاومة الآن الموضوع الذي تفضلت بالسؤال عليه حقيقة الإجابة على هذا السؤال يعني إجابة واضحة أن المقاومة نشأت من الأرض وبالسلاح المتيسر أي ليس بذلك السلاح المتطور يعني ما لديهم من أسلحة وما حصلوا عليه من الجيش العراقي الباصل الذي لم يحسن إدارته في هذه المحر يعني لم تحسن إدارة هذه العملية ولذلك كانت هناك الأسلحة التي تمكن هؤلاء الشباب المقاتل من الحصول عليها والقتال بها إذن واحدة من المشاكل كانت موضوع التسليح الموضوع الثاني مهم جدا وهو موضوع المعلومات استخبارات يعني كانت الطاقة المغذية للمعلومات وأنا أتحدث وأنا موجود في العراق في تلك الحفظة بالذات كانت يعني محدودة جدا على عكس ما كان يقوم به العدود وذيولة وأدناب الذين كانوا يتبرعون بالمعلومات ومن هنا نشأت قضية المخبر السري ومن هنا وصلت أعداد الأسرة في هذه الحقبة إلى عشرات الولو ستين أشكرك واضح أشكرك دكتور دكتور فرات هل يمكن القول أن المقاومة الوطنية العراقية ضد قوات الاحتلال كانت الأب الروح الوطني لكل الحراكات الشعبية اللاحقة من تظاهرات وحراكات مناهضة ورافضة للاحتلال ولاحقة للعملية السياسية في العراق وهي مقاومة وإن كانت بشكل سلمي طبعا بالتأكيد المقاومة هي المقاومة والفرق يعني بين المقاومة والثورة الثورة هي سعي شعب لتغيير نظام قائم في بلده والمقاومة هي سعي شعب لطرد محتل جاء من خارج الحدود حتى الثورة حتى ثوار تشرين أنا أعتبرهم مقاومين وليسوا مجرد ثوار عاديين لأنهم لم يثوروا ضد حكومة عراقية لم يثوروا ضد حكومة وطنية وإنما ثاروا ضد من جاءوا من خارج الحدود كل من يأتي من خارج حدود البلد هو محتل وكل عمل ضد المحتل هو مقاومة إذن يجب أن نعرف بأن مصطلح المقاومة ينطبق تحديدا على ما يحصل في العراق وعلى كل طرف عراقي يسأل إزالة هذه الحكومة القادمة من خارج الحدود والمؤتمرة بأوامر من خارج الحدود هذه نقطة النقطة الأخرى ما يقوم به الشعب العراقي ماذا يريد هو فقط يريد أن يتم حكم الشعب العراقي بإرادة وطنية بإرادة الشعب بما يرغب به الشعب العراقي وليس ما ترغب به إيران أو ما يضمن مصالح أمريكا أو ما يحقق منافع لهذه الدولة أو تلك إذن هي مقاومة الثوار وما يقوم به مقاومون الشعب العراقي خلال رفضه للتوجه للانتخابات هو مقاومة الشعب العراقي خلال اعتصامات وهي مقاومة الشعب العراقي خلال وقوفه أمام المنظمات الدولية ما يقوم به المغتربين العراقيين الوقوف أمام السفارات والممثليات الدولية لإبداء آراءهم الإعلان عن مواقف الشعب العراقي الرافضة لكل ما يحصل في العراق اليوم هي مقاومة المقاومة لا تكون فقط بالسلاح ولكن لا يمكن أن نسميها بتسمية غير المقاومة نعم دكتور رافع يعني الآن المقاومة العسكرية قد انتهت في العراق تطرق طبعا دكتور فراط إلى أشكال أخرى من المقاومة فقط المقاومة هي في الفعل العسكري أم هناك فعلا أشكال أخرى ثقافية إعلامية حراك شعبي يندل تحت توصيف مقاومة من ثورة تشريل مثلا هي المقاومة يعني تعبير واسع جدا وما زارت هناك مقاومة في العراق مستمرة نعم السلاح نعم جزء من المقاومة إبداء الرأي مثل ما تحدث ضيفك الكريم إبداء الرأي التظاهرات الوقوف ضد هذا الاعتراض على كل هذا هذا كله جزء من المقاومة الحقيقة جزء من مقاومة العراقين ودعني أقول لك ربما واحدة من مميزات هذه المقاومة العراقية مميزات نادرة في كل مقاومة سواء السلمية أو سواء بالسلاح أنها لم تكن مدعومة من أي طرف خارجي هي مقاومة عراقية صرفه بغض النظر عن الحديث يعني المقاومة بالسلاح لم يدعمها أي طرف لا عربي ولا إقليمي ولا دولي أبداً وهذه أول مقاومة بالدنيا لا تدعم من الخارج يعني كل المقاومة تأخذ المقاومة الفيتنامية كانت كانت التحاد السوفيتي يدعمهم كانت الصين تدعمهم أخذ حتى الجزائرية غد فرنسا كانت مدعومة من دول عربية ومن كثير من الدول إلا المقاومة العراقية حتى المقاومة الفلسطينية كانت مدعومة منها إلا المقاومة العراقية الوحيدة التي لم تدعم من أي طرف مقاومة عراقية صرفه وما زالت حتى المقاومة السلمية لا تدعم دعك من الحديث هذا الكاذب أولاد السفارات سفارات تدعمهم ما أعرف منه كذبة كبيرة بل دكتورناك من الباحثين ما يتحدث أن هذه المقاومة حوربت ليس فقط لم تدعم نعم حوربت بشكل كبير داخليا وإقليميا ودوليا حوربت بشكل لأنها لذلك حتى هذه عبارة الإرهاب هذه مفردة الإرهاب طبقت عليهم أربعة إرهاب ومعرف غيرها فقط على المقاومين لذلك ضيفك الكريم عندما تحدث من السجون مملوء بعشرات الآلاف من المقاومين نعم بتهمة الإرهاب هذا الإرهاب يعني وجدوه كمعادل نوعي للمقاومة لكي يوسموا المقاومة بالإرهاب لكي يقتلوها ويقفوا ضدها هذا واقع الحال نعم شكرا في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي كان معنا هنا في الستوريو وكان معنا عبر أخكايب من واشنطن الدكتور عبدالوهاب القصة بزميل المركز العربي لدراسات واشنطن وكان معنا أيضا الباحث والخبير في الشؤون الأمنية الدكتور فرات خورشد من مدينة مالمو في السويد عبر اسكايب إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة